اشتركوا في القناة فيما يسمى بتفسير الظلال وهو تفسير الضلال فيه كل شيء إلا التفسير وليس تفسيراً نعم هو كتاب آدابي رائع من ناحية ماذا؟ الإنشاء والأسلوب لكنه كتاب فاسد في العقيدة يدعو إلى القول بوحدة الوجود ويدعو إلى إنكار أسماء الله وصفاته ويكفر المسلمين وغير ذلك موسى عليه السلام عصبي المزاج ومما قاله عن الصحابة في العدالة الاجتماعية هو وقبله المودود يقول إن وهذا سنقرأه عليكم بالتفصيل يقول إن معاوية وعمر المعاص يمثلان القمة في الغش والخداع وما إلى ذلك كسب تسمعونه نصاً إن شاء الله فهم يكفرون بعض الصحابة مع الخوارج الشاهد من مبادئهم أنه لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض بل لا يوجد عندهم مسلم وقف أحدهم في إحدى البلاد الإسلامية قال لا يوجد مسلمنا اليوم على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند إذن من بقي على الإسلام؟ هم فقط وكان سيدهم لا يحذر جمعة ولا جماعة بدعوة أنه لا يوجد إمام تصح الصلاة خلفه لا يوجد مسلم حتى تصح الصلاة خلفه